الأخ منان أحمد شيخ من كشمير الهند يوجد هناك لعبة فيديو مشهورة جدا المعروفة باسم بابجي والتي انتشرت حول العالم وأصبحت في هذه الأيام مصدر إدمان لجميع الناس فالجميع يلعبها وبشكل مستمر يوميا الجميع يلعبها وبشكل مستمر يوميا ما شاء الله مؤخرا النسخة المحدثة الجديدة من هذه اللعبة التي صدرت والتي يجب على اللعب فيها أن يمجد الأصنام في اللعبة لكي يغتنم سلاحا ويزداد قوة هل يعد حراما أو من الشرك لعب هذا النوع من الألعاب أو أنه لا بأس إذا قام أي مسلم بلعب هذا النوع من الألعاب والتي يجب علينا فيها تمجيد الأصنام سؤال مشابه تم طرحه من قبل عبد الله من نيوجيرسي أمريكا هل يعد لعب ألعاب الفيديو مسموحا سوف أقوم أولا بالإجابة على السؤال الثاني من ثم سوف أجيب على السؤال الأول فيما يتعلق بألعاب الفيديو هناك تطور السنوات القليلة الماضية والعقود القليلة الماضية أذكر عندما كنت مراهقا ربما قبل حوالي 35 عاما كان يوجد لعبة فيديو اسمها بلس والتي كان يتوجب علينا فيها دفع بعض النقود وكان باستطاعتنا ربما لبعض الوقت بأن نقود سيارة لذا هذه الأنواع من ألعاب الفيديو التي كانت موجودة قبل 35 سنة مضت ليس لأني كنت من محبي ألعاب الفيديو ولكني قمت باللعب في بعض الأوقات في حياتي لذا هذه هي الألعاب التي تعد للتسلية وأنا أشعر بأن لا مشكلة فيها على الإطلاق ولكن مع مرور الوقت اليوم نجد أن هناك صورة وأن هناك الكثير من التغييرات التي ترأت وعندما نقرأ مقالات حول ألعاب الفيديو مع الأسف فمعظم ألعاب الفيديو هذه تعد حراما والسبب هو أن العديد من ألعاب الفيديو هذه قد تم خلطها مع عناصر تعد محرمة في الإسلام سوف أعطيكم بعض الأمثلة مثلا هناك ألعاب فيديو والتي تدعو إلى القتل وكلما قتلت عددا أكبر من الناس كلما حصلت على علامات أكثر ومن سما تصبح هذه وعد القتل الغير ضروري أنها جريمة والجريمة في الإسلام قتل أي إنسان بريء تعد الخطيئة الكبرى الثانية في الإسلام هناك بعض ألعاب الفيديو التي تمجد السحر والذي يعد الخطيئة الثالثة الكبرى في الإسلام هناك بعض ألعاب الفيديو التي تهاجم الإسلام واللعبة تقول بأنك إذا قمت بتفجير مكة فسوف تحصل على ألف نقطة وإذا قمت بتفجير المدينة فسوف تحصل على خمسمائة نقطة وهناك بعض الألعاب التي تعرض بأن هناك دولة غير مسلمة والتي تحارب دولة مسلمة والدولة المسلمة عادة تكون الدولة الأضعف وإذا هذمت الدولة المسلمة فسوف تربح اللعبة إذن هذه الأنواع من الألعاب التي تهاجم الإسلام والتي تسيو إلى الإسلام وتعد ضد مبادئ الإسلام جميعها تعد محرمة هناك العديد من ألعاب الفيديو والتي تحتوي على مقاطع ري اليوم إذا كانت لديك فمعظم ألعاب سيارات الصباق كما قيل لي وقد قرأت مقالات فيما بين المتسابقين فسوف تجد سيدة تأتي والتي ترتدي غالبا ملابس غير لائقة يأتون بالبكيني ويأتون بملابس فاضحة ويتوجب رؤية الأجساد بالكامل وهذا يعد محرما هناك عرية هناك فحش حتى في الرياضة تجد الفحش والذي لا يوجد دائما فقط لجعل اللعبة أكثر شعبية لديك الألعاب التي تحتوي على القمار لديك الألعاب التي تحتوي على شرب الخمر لذا جميع هذه الأمور تعد حراما على الرغم من أنك لا تشرب بنفسك فعليا ولكن افتراضيا إذا كانت تحتوي على أنشطة محرمة فهذه اللعبة تعد حراما هي تأخذ الأطفال بعيدا عن الإسلام ومع الأسف هناك العديد من الأهالي المسلمين الذين بإرادتهم يبتعون ألعاب مماثلة ولا يدققون فيما إذا كانت هذه الألعاب صالحة أم لا إنها موجودة افتراضيا فقط ما المشكلة؟ فهو لا يشرب على أرض الواقع ما المشكلة؟ هو لا يقوم بقتل أي أحد هذه فقط في اللعبة هؤلاء الأهالي هم فعليا يقومون بجر ابنهم بعيدا عن الإسلام إنهم يقومون بتخريب حياة أطفالهم وإذا توجب على أحد أن يكون مسؤولا عن هذا الأمر فهو ليس الطفل بل الأهل واليوم إذا أرادوا التخلص من صوت الطفل أو أرادوا أن يبقى الطفل هادئا يقومون بإعطائه الموبايل وبهذا تعلم بأن الطفل مجغول مع الموبايل والأهل يستطيعون فعل ما يريدونه ويمكنهم إتمام أعمالهم على مواقع التواصل وما الذي حدث قاموا بإعطاء هاتف محمول لطفل صغير يبلغ من العمر أربع أو خمس سنوات فقط لقد كنت سعيدا بأن طفلي باستطاعته فتح الموبايل بنفسه أنت تفسد طفلك ما هو العظيم في حمل الموبايل عندما يكبر طفلك عندما يتطلب الأمر فسوف يتعلم كيفية استخدامه لماذا تعطي الموبايل لطفل صغير وتدعه يلعب ألعاب الفيديو هذه والتي يعد معظمها حراما لذا إذا قمت بتحليل ألعاب الفيديو اليوم الغالبية العظمة منها تعد مشاركة في نفس الأمر معظمها تحتوي على موسيقى والموسيقى تعد حراما في الإسلام وتحتوي على مؤثرات صوتية لذا فمعظم هذه الألعاب وإذا قمت بتحليلها وإذا قمت بفحصها فمعظمها ربما أكثر من ثمانين بالمئة أو تسعون بالمئة وربما رقم أكبر فأنا لم أكن بدراسة استقصائية ولكن بقراءة التقارير سوف تقود إلى أنشطة محرمة بشكل مباشر أو غير مباشر لذا ألعاب كهذه بشكل مؤكد يجب منعها ويجب عليك محاولة إبقاء أطفالك بعيدين عنها وفيما يتعلق بالسؤال الأول الذي تم طرحه بخصوص لعبة تدعاء بابجي فالصيغة الكاملة لكلمة بابجي هي لاعب ساحات المعركة غير المعروفة العديد من الناس الذين لعبوا اللعبة ربما لا يعلمون السيغة الكاملة للكلمة على كل حال أنا لا ألعب هذه اللعبة أنا فقط قمت وبسبب الأخبار خلال الأسبوعين الأخيرين فالكثير من الأخبار كانت تأتي فيما يتعلق بلعبة بابجي لذا ذهبت وتفقدت خلفية اللعبة هذه اللعبة هي واحدة من أشهر الألعاب في العالم اليوم وتم إطلاقها في شهر مارس منذ عام 2017 أكثر من سنة سنوات مضت النسخة التجريبية والنسخة الكاملة تم إطلاقها في شهر ديسمبر من عام 2017 منذ حوالي سنتين ونصف وبحلول نهاية عام 2019 حصلت على أعلى معدل مبيعات حتى الآن قد تم بيع أكثر من ستين مليون نسخة من اللعبة وعلى الموبايل فقط هناك ستمائة مليون عملية تحميل تعجب لك أن تتخيل هذا وهذا يعني ما يقارب تمانية بالمئة من تعداد سكان العالم قاموا بتحميلها من بين الأطفال وقد يكون ما يقارب السلثة من الأطفال فما يقارب السلثة من الأطفال قاموا بتحميلها وفي هذه اللعبة هذه اللعبة بشكل أساسي تتضمن القتل كلما قتلت أكثر حصلت على نقاط أكثر ويجب عليك إنقاذ نفسك وإذا كنت آخر شخص على قيد الحياة فأنت الرابح هذه اللعبة يمكن لعبها بشكل فردي من قبل شخص واحد ويمكن أن يصل عدد اللاعبين إلى مئة لاعب يمكنك اللعب بمفردك أو اللعب مع أصدقائك يمكنك اللعب أونلاين ويمكنك أيضا اللعب مع مجموعات من اثنين أو ثلاثة أو أربعة من ثم إذا كانت مجموعاتك الناجية فمجموعتك تعد الرابحة هي عبارة عن إدمان والعديد من ألعاب الفيديو هذه ومن ضمنها لعبة باب جي هذه هي تأخذ الشخص بعيدا عن الإسلام وتعد حراما وبإضافة لهذا إذا حل وقت الصلاة عندما يؤذن المؤذن من أجل الصلاة الطفل يستمر في اللعب حسنا لا مشكلة في هذا لا مشكلة من ثم تفوته الصلاة وقد تكون هناك فرص أيضا إذ لم تفوته الصلاة فسوف يصلي في آخر الدقائق وعندها تصبح الصلاة مكروهة فيه مباشرة قبل وقت الصلاة التالي يقوم بأضاء الصلاة السابقة لذا فجميع هذه الأشياء تأخذ الشخص بعيدا عن الله سبحانه وتعالى هذا الإدمان لا يتسبب بمشاكل فقط لأطفال المسلمين حتى أطفال غير المسلمين لدرجة أنه يوجد هناك برنامج قد تم صنعه لعلاج الإدمان من لعبة باب جي لك أن تتخيل هذا ولكن السؤال بشكل رئيسي يتكلم عن النسخة الأخيرة من لعبة باب جي والتي تم إطلاقها الثامن وان عشرين من شهر إبريل من عام الفين وعشرين منذ حوالي شهر ونصف وفي هذه النسخة الجديدة يجب على اللاعب أن يقوم بتمجيد الأصنام أو أن يقوم حرفيا بعبادة الأصنام كي يستطيع الحصول على أسلحة أو يحصل على معدات والتي سوف تساعده في قتل الآخرين لذا فهذه الأفكار تذهب لأعلى درجات الشرك القتل هو الخطيئة الكبرى الثانية في الإسلام والشرك هو أعظم ذنب في الإسلام لذا بالطبع فهي محرمة كليا وبشكل كامل بالإضافة إلى الجوانب الأخرى من القتل ومن الموسيقى ومن العري إلى آخره عبادة الأصنام هي الذنب الأعظم واللعبة تعزز فكرة عبادة الأصنام لذا بالتأكيد يجب عليك بأن نتأكد من أن يكون الأبوين صارمين جدا لا يجب عليهم فقط عدم إعطاء الطفل لعبة بابجي بل عدم إعطاء ألعاب الفيديو للطفل بشكل عام ربما قد تكون حلالا فالتسلية في حد ذاتها إذ لم تكن تقالف الشريعة فهي مسموحة ربما يوجد هناك بعض ألعاب الفيديو التي قد لا تحتوي على العناصر أو ربما يوجد هناك بعض الألعاب الموافقة لتعاليم الشريعة في السوق ولكن الأفضل هو تجنب الألعاب بشكل عام إلا إذا كنت متأكدا بأنها موافقة للشريعة ولا تكسر أي مبدأ من مبادئ الإسلام وأنا أطلب من أهالي الأطفال المسلمين أن لا يكونوا كسالا وأن لا يعطوا الأطفال هذه الألعاب لكي يستطيعوا إتمام أعمالهم من دون إزعاج أنت تفسد حياة أطفالك كما أنك تفسد حياتك لأن أحد طرق دخولك إلى الجنة هي ولد صالح يدعو لك لذا هذه اللعبة بابجي هي بالتأكيد حرام سابقا كان هناك العديد من الفتاوى التي تقول بأنها حرام والآن وبعد النسخة الجديدة والتي تحتوي على تمجيد الأصنام وتتضمن عبادة الأصنام في أنها تعد حراما بشكل كامل وأنا أطالب الأهالي المسلمين وأطفال المسلمين ابقوا بعيدا عن هذه اللعبة ولا تلعبوها